من المتيازات كل عراقي الآن يستطيع الدخول في مضلة الضمان الاجتماعي خاصة هناك ضمان اختياري يعني إذا نضرب مثل السائق التكسي التوك توك أبو البسطية يستطيع الدخول في هذه المضلة وفقط يدفع توقفات التقاعدية التي هي بحدود 500 وتقوم الحكومة والدولة والوزارة المتمثلة بدال استقاعد والضمان الاجتماعي بدفع 15 من توقفات التقاعدية يعني هي تعتبر بالعمل إضافة لذلك هناك امتيازات للمرأة يعني نصفها بصورة كبيرة هناك امتياز حقيقة غلاء المعيشة هناك امتياز مهم جدا هي نسبة العجز كانت في السابق 35 يوم مصباحة 30 هناك إضافة لذلك من امتيازات المهمة إذا كان لديه خمسة عشر سنة يحال على التقاعد أيضا إذا كان لديه عشر سنوات يستطيع شراء خدمة خمس سنوات حتى يستطيع حال على التقاعد طبعا الحد الأدنى لراتب التقاعد مضمونين بحدود خمسمائة ألف أما الأجور للعمال حاليا المضمونين الحد الآن تبدأ من 350 ألف دينار الحقيقة فيه أيضا مهناك من امتيازات شموله بالضمان الصحي تعاقد مع شركات رصينة بالتنسيق موضات الصحة يعني امتيازات كثيرة جدا هو كان معمول بي بسنة ألفين ودعش لا لا حقيقة هذا قانون جديد يعني شضع قبل أيام نعم